ما حكم البكاء على الميت لا بأس بالبكاء على الميت ولا يؤخذ به الإنسان لأنه بغير اختياره ولأنه من الرحلة هذا إذا كان مجرد بكاء أما إذا كان معه صوت ونياحة وتسخط على الميت وعلى قدر الله فهذا أمر المحرم وهو من المياحة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أجاهية مجرد البكاء هذا لا بأس به أما إذا كان معه رفع صوت أو لطم الخدود أو شط الجنوب أو غير ذلك من مظاهر الججع فهذا من المحرم ومن أمور جاهية جزاكم الله خير